اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية وذلك ردا على قرار فرنسا بتخفيض تأشيرات الموجهة إلى المغرب والجزائر وتونس وطالب النشطة من المغاربة بضرورة مقاطعة للمنتجات الفرنسية خلال هذه الفترة ردا على القرار الفرنسي الأخير والذي أتار السياء جميع المغاربة وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الهاشتاغات على غرار المغاربة بغاو يمشي غير المكة يكمشي الفيزان المكة إذن أنا أقاطع فرنسا ومنتجاتها وجاء قرار مقاطعة لدى قرار سلطة الفرنسية الذي أسترته يوم الثلاثاء الماضي والقاضي بالنقص من عدد تأشيرات الموجهة للدول المغاربية وقال النشطة فرنسا لا تتخلى عن أسلوبها وعقليتها وتعتقد أن مغرب اليوم هو مغرب الأمس ما لا يدركه هؤلاء وحتى بعض المغاربة أن النظام المغربي تمكن فعليا من الانفلات من القبضة الفرنسية رويدا رويدا وبعد نجاح الاستقلال السياسي وبعده السيادي ها نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من الاستقلال الاقتصادي والتخلص من الفكر والنموذج الفرنكوفوني وما على المواطنين المغرب سوى مقاطعة المنتوجات الفرنسية وأكد النشطة أمام هذا الانفلات الذي لا تطيقه فرنسا الامبريالية بدأت تحركاتها البغيضة اتجاه المغرب وقد شاهدنا القناة الفرنسية بثت وتائقي فيه مغالطات وحيف كبيرين للدولة المغربية وللمغاربة وقالوا فرنسا ما بغاش تبدل عقليتها وما بغاش تبعد على أسلوب الاستفزاز والتهديد والبلطجة السياسية من أجل مكاسب اقتصادية عصر فرنسا انتهى في المغرب بلا رجعة وعلى المغرب الرسمي أن يبدأ في خطوات مهمة